موسيقى السلام عليكم الاخوان كديرين كنتمنى تكونوا كاملين باخير وعلى خير ومرحبا بيكون في فيديو جديد على قناة اياتيك انفو اليوم ان شاء الله كيف ما شفتم معنا شركة انفينيكس بهاتف انفينيكس 11 بلاي هذا الاتف كي يجب مواصفة زوني خصوصا بالفئة السعرية دياله وبالتمن دياله هاتش اللي غادي نشوفوها الاخوان فاضل مراجعة وقبل ما نبدو لأول مرة كيشوف القناة اتقابونا وفعل زير الجرس باش ديما يتوصلوا بالجديد ان شاء الله وكذلك اللي لايك والبرتاج باش نتحفزوه ودائما نصمرو في الجديد ان شاء الله ندوزو الامبوكسين دي الهاتف ونشوفو محتويات العلبة بسم الله نبدو على بركة الله كيف ما كتشوفو معنا الاخوان اول حاجة كالقاوه هو التليفون هنا هي اللي برافش كنش بدولي كارت سيم و كارت ميموار دولار المعروف في واتف دياله ام فينيكس هنا هي اوراق دامان ودالي السعماء هنا يقلقوا الطنشت ديال التليفون كيف ما كتشوفو هنا يعدنا لي كيس ان فينيكس ما زاكت حصافت بادل اكسيسور في العلبة هنا يعدنا قبل شاحن ميكرو يوسبي ما شي تايب سي واخيرا الشارجور ديال الهاتف كيف ما كتشوفو هنا الاخوان هذا هو ما محتويات العلبة من دوزول ديزاين ديال الهاتف هذا هو الهاتف ديالنا الاخوان شوفو شكل دياله كيف ما كتشوفو الاخوان ضر ديال التليفون جين فيه جوج ديال الالوان متماوجين وإلا لاحظتو الاخوان كانين هنا واحد الخطوط هابطين كامل في ضر ديال التليفون اظهروا الاتار ديال التليفون مصنوع من البلاسيق وكيف ما كتشوفو هنا لدينا بلاس الكاميرات فضل مصطل معهم فلاش ليد والبصمة جاية فضاء ومن التحت كيف ما كتشوفو لدينا اللوغو ديال شركة ان فينيكس الوزن ديال التليفون تقريبا 185 كرام التليفون ما تقلش وإنما الحجم دياله اللي كبير ورهبين في الشدة في ليد من الفق ديال التليفون الاخوان ما كين حتاشي حاجة أما من اليمن لدينا اضرار تحكم في الصوت وزير تشغيل ومن تحت ديال الاتف لدينا ميكروفول المكالمات مدخل الشاحن ميكرو يو اس بي ومدخل لك 3.5 ميلي وكيف ما كتلاحظوها الاخوان من التحت لدينا السماعات الخارجية وإنما الاخوان السماعات الخارجية جاءوا لفوق مع السماعات المكالمات ومن الليصر ديال الاتف لدينا بلاس الكارت سيم وكارت ميموار كي يخدم لنا جوجة الكارت سيم وكارت ميموار في طقعة واحدة أما الاداء ديال بصمال اخوان كيف قلنا في الأول جاء في الضر ديال التليفون سنتيستيو الاداء دياله كيف ما كتشوفوا معنا الاخوان ضغيك الساجب لا تلقى معها حتى شي مشكل لانتمال اخوان صراحة ما عندي ما نقول عليه اداء متقون وسريع أما دابة سنتدوز للشاشة ديال الهاتف تأتينا بحجم كبير الناس اللي عزيز عليهم التليفونات كبار سيعجبوهم هذا التليفون ولكن الناس اللي عزيز عليهم التليفونات يكونوا صغر أو متوسطين هذا التليفون راه كبير وصعب سيف استخدام بيد وحدة حجم الشاشة يأتينا بالصفة صلة 82 بوسط من نوع EPS LCD بضيقة HD Plus 720x1640 بيكسل وكيوصل عدد بيكسلات 263 بيكسل كل انج الألوان فيها الاخوان واضحة وحتى الفراجة فيها مخيرة أما استخدام دياله بره في الشمس كل شيء يجبوك واضح وكتوصل 440 شماع هذا ما كان الاخوان في الشاشة الهاتف ندوزل المعالج المعالج ديال التليفون المعالج ديال ان فينيكس 11 بلاي يأتينا من MediaTek Helios G35 وكيف ما نعرفوه الاخوان المعالجات اللي فيهم حرف G يكونوا موجين للناس ديال الجيمين يعني سيتقصروا اللي يأتيوا فيهم وانتم مرتاحين كذلك يأتينا بمعمارية صناع 12 مم ومعالج رسومية PowerVR G8320 المعالج ديالتك أداء زويل خصوصا في التنقل ما بين تطبيقات أولى لزاقبال كذلك الناس ديال اللي غيزوا صوصي غادي تطفحوا وتشاطئوا ما تلقوا معه احدى مشكلة والتليفون ما هاتيش تبط اما السيستم ديالتليفون يأتينا بـ Android 11 بواجهة ان فينيكس XOS ومن ناحية الرام وستوكاج يأتينا الهاتف بـ 4 جيجا في الرام و 24 جيجا وكينا نسخها 14 جيجا في الرام و 128 جيجا في ستوكاج ندوزوا لأداء الكاميرات ونشوفوا القليلة كيفما تشوفوا الاخوان كيفما تشوفوا الاخوان هنا 1080 كاميرات مزيانة بالخصوص إذا كانت الإضاءة مزيانة هذه تطلعوا تصورات ناضية اما الكاميرا فرونطال او لد السيلفي كتجينا بضيقات 8 ميجا بيكسل نخليكم دابل اخوان مع بعض الصور من هذا الهاتف كي حكموا على كاليتيت الكاميرات كيدير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باتحوان اشتركوا في القناة بالعمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة و قتلنا النقطة البطارية و ديالها شارج كيف ما كتشوفوا الاخوان الهاتف يجينا بسعة كبيرة الحجم ديالك يوصل سلاف ميلي اومبير صراحة بطارية كبيرة ديالك شعر التلفون كبير و قدرة شاحن ديال عشر اوات اما بالنسبة لثمان الاخوان هاد النسخة ديال 4 جيجا فرام و 64 جيجا فستوكاج قدر ما بين 1500 درم حتى 1600 درم هاد شليكين كانت منه انطلقه في فيديو جديد ان شاء الله و مراجعة جديدة ما تبخلوش علينا بلايك الاخوان كده الكلي ما مشاركش اتابونا ويفعل الجرس بجدي ما توصب الجديد ان شاء الله اتبار الله عليكم الاخوان السلام عليكم